موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي أعزائي طلبة الطلبات الصف الثالث السنوي أسعد الله أوقاتكم بكل خير مجددا نلتقي مع استكمال بقية الفصل الأول احنا كنا اتكلمنا في الفصل الأول في الحلقتين اللي فاتوا عن مصر ما قبل مجيء الحملة الفرنسية ومصر أثناء وجود الحملة الفرنسية النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا عن أثر الوجود الفرنسي في مصر شيء طبيعي جدا ان الحملة الفرنسية لما جت احنا كنا شعب ضايع كنا شعب منهار سياسيا واقتصاديا وثقفيا وثقفيا وفكريا وعلميا كل حاجة الحملة الفرنسية لما جت وكان جاي معاها 146 عالم في كل التخصصات ما كانش هدفهم حاجة غير دراسة أحوال المجتمع المصري هل هما بيدرسوا أحوال المجتمع المصري عشان لا هما بيدرسوا أحوال المجتمع المصري عشان ازاي دروا يستفيدوا أقصى استفادة من مصر لصالح الحملة الفرنسية في الوقت الحالي ولفرنسا على المدى البعيد دعالوا نبدأ ونشوف ايه هو أثر الوجود الفرنسي في مصر أولا الآثار السياسية سياسيا ما كانش عندنا أي شكل سياسي غير الحاكم والمحكوم والحاكم حكام العثمانيين والمماليك طب هل كان فيه دواوين؟ هو يعني ايه أصلا دواوين؟ احنا ما نعرفش الحاجات دي علشان كده نابليون أول إجراء عمله إن قسم السلطة ولو بشكل شكلي يعني ايه بشكل شكلي؟ يعني شكلا سوريا شكلا سوريا الهدف الأساسي منه إنه هو يشرك المصريين في الإدارة ليعرف ما يدور في أذهان المصريين خصوصا الصفوة الصفوة اللي هما مين يعني؟ اللي هما العلماء اللي هما رجال الأزهر اللي هما التجار عشان لما يفرد حاجة بعد كده يكون الشعب المصري هو اللي فرضها هو اللي قال مش نابليون دي حاجة في علم السياسة إن انت كمصري انت اللي عملت مش أنا انت اللي فرضت على نفسك مش أنا اللي فرضت عليك فأول إجراء عمله نابليون هو نظم السياسة المصرية على غرار السياسة الفرنسية طب السياسة الفرنسية كانت في الوقت ده عبارة عن إيه؟ قال لي عبارة عن مجموعة دواوين فأنشأ كتير من الدواوين بدأها بديوان القاهرة ديوان القاهرة كان هدفه الأساسي تداول أحوال العاصمة اللي هو أي حاجة تدور في خلال القاهرة أو في داخل القاهرة مختصة بالديوان ده دواوين الأقليم لكل إقليم ديوان خاص به في مجموعة من العلماء والأعيان والتجار وهدفهم الأساسي إن ليه مهام أمنية حماية الأمن الداخلي للأقليم ده واقتصادية هدفها الأساسي جامعة الدرائب أما الشكل الأهم والأبرز والأصوب اللي عمله نابليون وإحنا استفدنا منه كشعب مصري هو الديوان العام استفدنا من الديوان العام ده لإن إحنا اشتراقنا فيه وعرفنا يعني انتخابات أولاً هو كان بيمثل السلطة المركزية للدولة عضويته الأساسية كان بالانتخاب وللعلم أن أول رئيس تم انتخابه كان الشيخ عبدالله الشرقاوي وتم انتخاب الشيخ عبدالله الشرقاوي بالانتخاب السري يعني ما فيش حد عارف من اللي هيختاره فكان انتخاب الشيخ عبدالله الشرقاوي هو بداية معرفة المصريين بالحياة السياسية طب إيه هدف الديوان العام ده قال ليه هدفه تدريب الأعلان الأعيان والعلماء على نظام المجالس الاستشارية كلمة استشارية دي وقف عندها شوية استشارية انت رأيك هتقوله لكن أنا كدولة هنفذ ولا مش هنفذ والله لو رأيك يتناسب معايا أنا هنفذ لو رأيك لا يتناسب معايا أنا مش هنفذ طيب يبقى هدفه تدريب الأعيان والعلماء على نظام المجالس الاستشارية من حيث الاستشارة وتلقي الإيراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام طب انت حددت المواضيع اللي انت هتتاولها داخل الديوان العام قال ليه نابليون حددها بالقضاء والمواريث وملكية العقارات والضرائب ده الهدف الأساسي من الديوان العام اللي عمله نابليون يبقى دي بداية السياسة يا شباب دي بداية السياسة بداية معرفتك ان انت تكون دولة فاهم يعني ايه انتخابات فاهم يعني ايه اختيار فاهم يعني ايه الديوان ده ليه اهداف وانت بتقدر تكون اساس هذا العمل طب احنا هنستفيد منه جدا هنستفيد منه امتى لما نوصل للحلقة الجاية هنعرف ازاي المصريين استفادوا من الديوان العام اللي عمله نابليون بكده نابليون يكون عمل نقلة للسلطة ولو بشكل شكلي او بصورة شكلية والهدف الاساسي لم يكن خدمة المصريين ولكنه خدمة الاحتلال فقط او اهداف فرنسا في مصر بدليل انه جايب معا 146 عالم في كل التخصصات بدليل انه جايب معا مطبعطين بدليل انه فيه اجراءات كتير جدا 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 هنقدر نشوفها نابليون عملها بعد كده دعالوا نشوف الاثار الاقتصادية اقتصاد اي دولة شباب بيتحدد على ثلاث حاجات زراعة وصناعة وتجارة طيب نرجع خطوة وراء هل كانت الزراعة في مصر متطورة؟ قال لي لا طيب هل كانت الصناعة في مصر متطورة؟ قال لي لا طيب هل كانت التجارة في مصر متقدمة؟ قال لي لا ايه السبب في ده كله؟ وجود الحاكم العثماني والخلافات السياسية والامنية اللي كانت موجودة طيب تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الزراعة بداية علماء الحملة اللي كانوا موجودين كان جزء منهم مختص في الاعمال الزراعية فبدأ يدرس قنوات نهر النيل يدرس جسر نهر النيل او جسمه ويقول انا ممكن ازرع ايه هنا وممكن ازرع ايه هنا فبالتالي نابليون اول اجراء عمله انه يتجه الى تجربة زراعات هو جايبها معامل فرنسا زي بعض الفواكه اللي ما كانتش موجودة في مصر زي الخوخ والمشمش وغيرها من الفواكه اللي ما كانتش موجودة او يجرب زراعة البن والشاي في مصر بالاضافة للمحاصيل الاساسية اللي كانت موجودة اللي احنا بنزراحها بالطبيعي بالشكل العام في مصر وبالتالي الزراعة في فترة الحملة الفرنسية استفادت كتير جدا وده هيترطب بعد كده على الاستفادة الكاملة لمصر فيما هو قادم مع محمد علي اما الصناعة فالصناعة كانت قبل نابليون وقبل وجود الحملة الفرنسية يدوية مع نابليون لم يستفيد المصريين بشكل قوي جدا ولا الحملة الفرنسية بشكل قوي جدا من الصناعة في فترة حكم نابليون وكليبر وده بيرجع لأسباب كتير قوي قوي اهمها على الاطلاق ان حضرتك محاصر فانت معندكش مشكلة مش عارف تعمل ايه مش قادر تجيب معدات من فرنسا مش قادر تستعين بخبرات مش قادر تعمل كذا فكل دي حاجات عطلت النشاط الصناعي بالاضافة الى ان المصريين عملين يقوموا بصورات كتيرة جدا وبالتالي الاوضاع كلها كانت ضد اهداف فرنسا الصناعية لكن جاك منو ده راجل عمل حاجة اسمها المشروع العظيم المشروع العظيم ده كان قوي جدا طور به الصناع بشكل كبير قوي 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 بس عمل كارسا يعني هو طور الصناع خصوصا صناعات المعادن والدباغة والمنسوجات والكيميائية عمل صناعات كتيرة بس كلها كانت لخدمة الحاملة طب هل اشرك المصريين في هذه الصناع قال لأ لم يشرك المصريين في الصناع ابدا طب ايه السرف ده قال لي حتى لا تتصرب اسرار الصناع الفرنسية للمصريين وبعد كده يستفيدوا منها ده خطأ طبعا طيب كده زراعة وصناعة فيه نوع من التقدم بالنسبة للزراعة وفي مؤخرة الحاملة مع جاك مينو بقى فيه تطور فيه العمليات الصناعية طب نشوف التجارة تجاريا مع جاك مينو كانت التجارة قوية جدا لانه استفاد من حاجة اساسية كانت موجودة وهي علاقة نابليون بشريف مك اجريت بعض التجارات وان كانت محدودة لكن جاك مينو استفاد منها كويس قوي بعد كده لان جاك مينو اتحرك في الجنوب والشرق ودي مهمة قوي ليه الجنوب والشرق لان انجلترا محاصرة لصواحل اسكندرية وبالتالي هو قدام البحر الاحمر بس قدام البحر الاحمر فقط يقدر يتحرك من خلاله والشرق يقدر يتاجر مع جدة يتاجر مع الصومال يتاجر مع مكة يتاجر مع دول حوض البحر الاحمر او البحر الاحمر وبالتالي اصبح عندي تطور في حتة التجارة مع جاك مينو في الجزء الجنوبي والجزء الشرق يأما مع دول شبه الجزيرة العربية مدن شبه الجزيرة العربية او مع دول البحر الاحمر فبدأت تتحرك المراكب ما بين جدة وينبع والسويس دفعها دي جاك مينو لكن قبل كده كانت التجارة الداخلية والخارجية كانت معطلة جدا نتيجة الثورات اللي بعملها المصريين قطع المصريين والمماليك لنهر النيل وبالتالي بقى حركة التجارة الداخلية والخارجية متوقفة لظروف كتيرة جدا لكن مع جاك مينو اتحولت بشكل احسن طيب تعالوا نروح ليه مجال تاني وهو مجال الصحة العامة المشكلة الاساسية اللي واجهت جاك مينو ونابليون وكليبر ان فيه امراض كتير جدا اتعرض لها الجنود وبالتالي خسر الحملة الفرنسية عدد من الجنود ما تجددش لويوجود الحصار طب ايه كمان قال لي لما راح حملة الشام بقى فيه مشكلة قوية قوي واجهته وهي انتشار امراض زي مرض التعود طيب مصاب الحملة اللي بتعرضوا لعمليات الاصابات العسكرية او الحربية مع مواجهة الممليك او مواجهة المصريين قال لي كان فيه مشكلة هعالجهم ازاي ومن هنا انشئت انشئت المستشفى العسكري وانشئت المحاجر الصحية المحاجر الصحية في اربع مدن هي اسكندرية والقاهرة ودنيات والعريش وبالتالي اصبحت شمال مصر او الجزء الشمالي مؤمن من دخول اي امراض ممكن تكون موجودة القضاء هنا بقى لازم نوقف شوية لان القضاء يا شباب كان هدف الحملة الفرنسية تغيير نمط القضاء في مصر طب نجحت جدا طب بدأت من امتى وبدأت مع مين قال لي بدأت مع نابليون واستمرت مع مينو مع نابليون من امتى بالزبط يا شباب مع نابليون من امتى الحاجة ليه كنت لما رجع من حملة الشام بدأ يغري يغري تغييرات على القضاء في مصر طيب لعالوا نشوف اولا اجرى نابليون تعديلات قضائية على القضاء الشرعي ازاي اللي خلى القضاء المصريين يتولوا المحاكم بدلا منها القضاء الاطراق طب خد المعلومة دي كمان جعل القضاء المصريين يتم انتخابهم حاجة كويسة جدا دي حاجة جديدة ان مش القاضي اي حد هيدخل لا ده كمان لازم يبقى منتخب عشان احكام تكون موجودة في الشارع ومتقبلة الحاجة التانية انه حدد رسم التقاضي رسم التقاضي كان مش موجود اساسا وبالتالي بدأ نابليون يحدد رسم التقاضي بشكل قوي جدا عشان يقدر يجمع اموال كتيرة لمين لصالح الحملة الفرنسية في عهد جاك منه بقى الدنيا تغيرت اكتر اضافت حاجات تانية زي ايه اولا الغاء مبدأ الدية رافض مبدأ الدية بمعنى ان اي حد من المصريين هيتقتل كان اهل القتل ممكن يقبلوا الدية قال لك لا ده احنا هنطرق القضاء هو اللي يحكم في القاتل يبقى اذا تم الغاء مبدأ الدية وبعدين انشأ محاكم لكل الطواقف اللي موجودة طواقف اللي موجودة في مصر مش طواقف الحرار طواقف الدينية طواقف الاجنبية كل طواقفة اصبح ليها محكمة خاصة بيها طب ده معنى يا فندم ان هو الغى القضاء المصري الغى القضاء التشريعي لا طبعا قال لكل ده الى جانب القضاء التشريعي كل ده الى جانب القضاء التشريعي طب مين اللي هتولى المحاكم دي كمان قال للمصريين يعني معنى كده ان حصل طفرة ايجابية لصالح القضاء المصري ايوا حصلت طفرة ايجابية لصالح القضاء المصري ودي كانت ميزة اتميزت بيها مصر بعد كده في القضاء في المجال الفكري والعلم مبدئيا التعليم في مصر كان يقتصر على التعليم الازهري طيب نابليون يعمل ايه؟ نابليون جاي مع علماء طيب اوظف العلماء دول ازاي؟ قال لي دي سهلة جدا فرنسا نابليون كان عامل هناك حاجة اسمها المجمع العلمي الفرنسي المجمع العلم الفرنسي ده كان نابليون عضو فيه اول اجراء عمله نابليون لما جي مصر انه عمل المجمع العلمي المصري ليكون على غرار المجمع العلمي الفرنسي طيب هو ده ليه اهدف؟ يعني انت عملته كده عشان شكل عشوائي؟ ولا عملته عشان تستفيد بيه؟ بص يا سيدي اولا هدف المجمع العلمي المصري ربط السياسة بالعلم يعني حضرتك يا نابليون لما تفرض حاجة لازم تكون مطابقة للعلم لازم تكون مطابقة للعلم ما ينفعش تقولي انا هحفر ترعا او هعمل جسر او هعمل كذا او كذا بدون ما تاخد رأي العلماء ادي اول جزئية الجزئية التانية انه قسم المجمع العلم ده الاقسام كان هدف الاقسام دي زي الرياضيات والطبيعيات والحاجات دي والفنون هي العمل على تقدم العلم والفنون دي حاجة كويسة قوي وبالتالي كان هدفه الاساسي انه يدرس المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية ويكون بنشرها احنا استفدنا من ده طبعا ليه لان المية ستة واربعين عالم دول انتجوا لي منظومة مهمة اوي اسمها كتاب وصف مصر انتجوا منظومة مهمة اوي اسمها كتاب وصف مصر كتاب وصف مصر ده اول موسوع علمية مصورة عن مصر فيها كل حاجة اجتماعيات طبيعيات فلسفة تاريخ حياة الانسان حياة الناس في مصر كلها متصورة وموجودة في الكتاب ده ادي اول حاجة الحاجة التانية انه اكتشف حاجة الرشيد حاجة الرشيد ده لما اكتشف ده ادى الى ربط التاريخ القديم المصري بالتاريخ الحديث لان انا قدرت افك رموس حاجة الرشيد لما فكت رموس حاجة الرشيد على يد العالم شامبليون قدرت تعرف تاريخ مصر القديم كان ايه وبالتالي انا استفدت استفادة تاني طب الاستفادة التالتة والاهم ان انت قدرت توصل او تدرس توصيل البحر الاحمر مع البحر المتوسط في قناة اللي هي بعد كده هتبقى قناة السويس طيب المجمع العلمي كمان كان ليه انجازات ايوه زي اصدار صحف عمل صحف سياسية واقتصادية وكانت بتصدر باللغة الفرنسية كمان اصدر صحيفة مصرية جريدة مصرية اسمها التنبيه ودي كانت بتصدر باللغة العربية لتحذير المصريين من الانضمام لعناصر الشغب عشان كده سمها التنبيه كمان تقدر تقول للحكومة او تقول للناس احنا عايزين ايه دي اهم انجازات المجمع ودي كانت اهم انجازات العلماء فالعلماء كان لهم دور كبير جدا علشان كده الحملة الفرنسية شباب ما كانتش جاية للغزو بس احنا بنسمي الحملة الفرنسية دي حملة النار والنور حملة النار لانها عملت اذاء نفسي للمصريين بالاجراءات العنيفة اللي اتباحها نابليون في صورة الكهرة الاولى والاجراءات اللي اتباحها كليبر في صورة الكهرة التانية لكن احنا قدرنا نعرف ونشوف بعنينا مدى التقدم اللي كان عليه العالم واحنا مدى التأخر اللي كنا عليه وبالتالي اصبح المصريين لديهم نافذة يستطيعون منها النظر الى كل صور التقدم الخارجي وبالتالي عندي فكرة اساسية لما اشتركت في الدواوين اننا اغير شكل الحكم بتاعي احول شكل الحكم بتاعي من الحكم المطلق الى الحكم القائم على النظام الاختياري انا اللي اختار وده هيظهر في 1805 هنشوف بعد شوية يبقى بالتالي انت قدرت تحدد مدى التقدم اللي انت عايزه قدرت مدى تحدد مدى القوة السياسية اللي انت محتاج لها قدرت تعرف العالم متقدم لغاية فين وهتحاول تبدأ من ما انتهى الاخرون زي ما هيعمل محمد علي بعد كده اجتماعيا انت بقى عندك ميل افتكر الجملة دي كويس قوي انت بقى عندك ميل لمحاكاة الاجانب ميل لمحاكاة الاجانب يعني ايه؟ ميل لمحاكاة الاجانب يعني حضرتك النهاردة بدأت تبص بعينك وتشوف الناس دي في طريقة لبسها في طريقة كلامها في طريقة حياتها بتتعامل ازاي؟ وبدأت تفكر تقلد علشان كده كانت الحملة الفرنسية هي بداية بداية التغير الاجتماعي المصري تعالوا نشوف نطبق ازاي من خلال زي ما تعودنا نشوف بنك الاسئلة بتاعنا في ايه؟ نبدأ باول سؤال اول سؤال بيقول اختلفت اوضاع الطبقة الوسطى في مصر فطرة حكم نابليون عن الدولة العثمانية من حيث مشاركة الطبقة الوسطى في الادارة الاعتمال على المماليك في قدارة البلاد داخليا تحول السلطة بشكل فعلي للطبقة الوسطى اشراك الملتزمين في الحكم طيب عايزين نلعب لعبة الاستبعاد نوع ده طريقة اجابة جديدة تستبعد الاجابة اللي انت شايفها غير منطقية زي ايه؟ زي رقم دال اشراك الملتزمين في الحكم انت اشراكت الملتزمين في الحكم؟ لا زي تحول السلطة بشكل فعلي للطبقة الوسطى هو انت تديت السلطة للطبقة الوسطى بشكل فعلي ولا بشكل صوري شكلي اه يبقى انت كده بتستبعد مين ومين؟ تستبعد جيم ودال ودي مهم اول انك انت في طريقك للاجابة الصحة الاعتماد على المماليك في ادارة البلاد داخليا؟ ولا مشاركة الطبقة الوسطى في الادارة؟ اكيد 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 انت وصلت الاجابة من خلال لما بتقعد تحلل العناصر اللي مدهلك لما بتبدأ تحلل العناصر اللي مدهلك انت بتوصل للاجابة اللي انت هتشوفها دلوقتي اللي هي ايه؟ مشاركة الطبقة الوسطى في الادارة ده طبيعي جدا لان الطبقة الوسطى هنا اصبحت بتشارك في الادارة ولو بشكل صوري برافو دعا لنشوف سؤال كمان طبقة نابليون الشكل الديمقراطي في مصر من خلال اختيار اعضاء ركز اوي شكل ديمقراطي يعني انتخابات احنا اتكلمنا عن الانتخابات فحاكتين هتعرفهم دلوقتي وانت اللي هتجاوي الديوان العام والمجمع العالمي المصري المجمع العالمي ودوين الاقاليم دوين الاقاليم والهيئات القضائية الديوان العام والهيئات القضائية تعالى نعمل سياسة الاستبعاد لازم اول جملة تفكر فيها وتستبعدها المجمع العلم لان ده كان بالتعيين وما فيش في مصريين اساسا طيب دوين الاقاليم بالتعيين بقى لازم تستبعد دوين الاقاليم كمان حلو جدا هيبقى لك ايه ايه اللي بقى قدامك اجابتك انت حددتها لو حددت اجابتك بسياسة الاستبعاد تبقى انت شاطر طب شوف اجابتك كده مطابقة لللي احنا هنقوله ولا لا بص على اجابة الديوان العام والهيات القضائية ليه ارجع افتكر ان تم انتخاب الشيخ عبدالله الشرقاوي كاول رئيس لديوان العام انتخاب الهيات القضائية زي ما انت شايف قدامك قال لي ايه قال لي يتم انتخاب القضاء المصريين بدلا من القضاء الاطراق افتكر دي كويس لان ده انت تازم تحتاج ده فحضرتك لازم تتبع سياسة الاستبعاد الاجابات اللي انت مش منطقية بالنسبة لك تعال نشوف سؤال كمان استفاد الفرنسيين من احد انجازات المماليك في الناحية الزراعية الصناعية التجارية الامنية استبعد يا باشا استبعد استبعد ايه طبع لازم تستبعد الامنية استبعد ايه تاني قول تفضل طب قلت شوف ايجابتك مناسبة معنا ولا لا برافو ليه الصناعية لاني لازم ترجع تفتكر اني جاك مينو لما استفاد بالمصانع استفاد من بعض المصانع اللي كانت موجودة في بولاء زي مصانع السفن اللي هي ترسانة السفن والاسلحة اللي كانت موجودة وبالتالي يبقى استفادوا من الناحية الصناعية تعال نشوف سؤال كمان ارتبطت اصلاحات نابليون الجزرية في القضاء بايه واحد تدريب المصريين على مبدأ الشورى ولا نشر العدل والامان في مصر ولا التحالف العثماني الانجليزي ولا نشر مبادئ الثورة الفرنسية برضو بنفس الطريقة سياسة الاستبعاد هتستبعد تدريب المصريين على مبدأ الشورى لان ده مش في القضاء وهتستبعد نشر مبادئ الثورة الفرنسية لان ايضا ده مش في القضاء هيتبقى لك نشر العدل والامان والتحالف الانجليزي العثمان طيب نشر العدل والامان مرتبط بالقضاء القضائية بالقضاء ممكن لو هنطبقه في حتة الدية ماشا انا موافق بس هل كل القضاء هدف ونشر العدل والامان عشان مبدأ الدية طب ما انا بتكلم عن المواريث وبتكلم عن الممتلكات وبتكلم عن القضايا العقارية برافو انت حددت اجابتك وهي ها شوف كده التحالف العثماني الانجليزي اللي جابة دي غريبة قوي ليه غريبة على فكرة مش غريبة جدا خالص عارف مش غريبة ليه لان نرجع افتكر ان ارتبطت تعديلات القضاء بعودة نابليون من حملة الشام وحملة الشام كانت موجود فيها اتنين انجلترا والدولة العثمانية طبعا روسيا اساسا يبقى اذا ارتبطت التغييرات دي بعودة نابليون من الشام خلاص انت لازم تعرف الاجابة دي وتفسرها في دماغك صح على نشوف سؤال كمان ظهرت التوجهات التجارية مع مينو في التوجه نحو فين جاك مينو راح فين في وسط الكلام ولا بشرح لك الحصة دي او الدرس دا او الجزئية دي قلتلك جاك مينو راح في التجاهين بص كده الشمال والجنوب الشرق والغرب الجنوب والشرق الغرب والجنوب استبعد يا باشا تابع سياسة الاستبعاد شمال طبعا مستبعدة يبقى اي نقطة فيها الشمال هتستبعد ليه عشان انجلترا محتلة انجلترا بتحاصر سواحل مصر الشمالية طب الغرب الغرب بري والبري مش قوي بالنسبة لك لانك انت برضو محتاج تقرى في الطرق اكتر يبقى هنستبعد الشمال والغرب يتبقى ايه ما انت طلعت الاجابة صح الجنوب والشرق الجنوب في البحر الاحمر تصح الشرق مع جده تصح يبقى ازا دي الاجابة اللي انت لازم تركز اوي اوي في حاجات صغيرة ممكن تضع منك الاجابة لو انت ما انتبهتش للسياسة الاستبعاد تعالا نشوف سؤال كمان برزة يعني ظهر هدف المجمع العلمي المصري في دراسة المسائل الطبيعية من خلال انشاء المطابع العربية والفرنسية اصدار جرائد السياسة والاقتصاد الكشف عن حجر رشيد ولا محاولة رابط البحر الاحمر مع البحر المتوسط طب برضو استابعي مسائل طبيعية ايه اللي قدامك في الاربع اجابات دول طبيعي احنا عندنا انشاء مطابع ده عمل بشري اصدار جرائد عمل بشري كشف عن حجر رشيد عمل بشري الطبيعي عندك هو ايه صح 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 ايوا ها محاولة رابط البحر الاحمر مع البحر المتوسط هي صحيح فشلت يعني هم بيدرسوا قدروا خطأ ان المنسوب البحر الاحمر اعلى من البحر المتوسط فدي كانت خطأ طبعا جي بعد كده بلسيبس اثبت ان المنسوب صحيح وما فيش منسوب اعلى من التاني وعلى اساس ده تم انشاء قناة السويس بعد كده تعالوا نشوف سؤال كمان كان الهدف من اصدار جريدة باللغة العربية في مصر هو نشر ثقافة فرنسا تغيير طبع الشعب المصري توطيط سلطته في مصر ده سلطة فرنسا يعني ولا رابط السياسة بالعلم اعلاقت السياسة بالعلم بإصدار جريدة اسمها التنبيه فتكر الاسم ده كويس جريدة بتحذرك بتقولك ما توقفش مع ناصر الشغب يعني مش هدفها نشر ثقافة فرنسا بقى انت استبعدت مين ومين يا باشا استبعدت آلف ودال يتبقى لك باق وجيم فكرت اخترت يعني نشوف اختيارك صح ولا غلط توطيت سلطته في مصر لانه قال ايه انا بحذرك بحذرك يعني انت لازم ما تعملش اللي انا قلتلك ما تعملوش ما توقفش مع عناصر الشغب اللي هما المقاومة فلو انت وقفت معاهم يبقى انا كده حذرتك يبقى هدف اصدار جريدة التنبيه هو توطيد سلطة نابليون في مصر تعالا نشوف سؤال كمان ربطت الحملة الفرنسية التاريخ المصر القديم بالحديث من خلال الكشف عن رموز حجر رشيد الكشوف الجغرافية ترجمة الكتب القديمة محاكاة المصريين للفرنسيين في الناحية الاجتماعية انا هسيبك تفكر تفكر كويس ايه اللي قدامك في الاربع اجابات دول بيكلمك عن التاريخ القديم تاريخ مصر القديم ايه انت صح نبص كده على الاجابة الكشف عن رموز حجر رشيد لان لما اكتشف بوشار حجر رشيد او عثر عليه بوشار وهو بيحفر لقلعة فيه رشيد ادى لواحد من اهم العلماء في هذه الفطرة وهو شامبليون شامبليون استفاد من تجارب قديمة منها تجارب للعرب المسلمين فيه ترجمة بعض النصوص المصرية القديمة لكنه ده وجود حجر رشيد لان الحجر ده موجود عليه لغات مصرية قديمة بالاضافة للغة اللاتينية فقدر يعرف ويربط بين اللغة المصرية القديمة بالحروف اللاتينية وقدر يكشف حجر رشيد وقدر يعلمنا ويعرفنا تاريخ مصر القديم اذا تم الرابط بين التاريخ القديم والحديث بالكشف عن رموز حجر رشيد تعالى نشوف سؤال كمان حدد وده برضه من العناصر الجديدة حدد اوجه النقد الموجهة لدووين نابليون انت ايه رأيك في الدووين دي؟ سؤال كده هسأله لك عبر انت ايه رأيك؟ اه لو انت جودت بان الدووين دي كانت شكلية يبقى انت صح لو قلت ان نابليون اشرك المصريين لخدمة اهداف فرنسا يبقى انت صح تعالى نشوف تمثلت اوجه النقد بانها كانت صح مقيدة بمصالح فرنسا كانت تمثل نقلا شكليا للمصريين تمام كان الهدف منها التعرف على ما يدور في ازهان المصريين برافو ده الشكل العام للسؤال طب تعالى نشوف نمط تاني حدد صواب او خطأ العبارات الاتية كانت افكار الفرنسيين في مجمالها جددا على المصريين صح ولا غلط كل الافكار كانت جددا علينا كانت مجمالها كان جديد طبعا تعالى نشوف ايجابتك ايه ليه اولا انت الاول مرة تتعرف يعني ايه ديوان طيب لا دا انت مش بتعرف الديوان دا انت بتشارك فيه كمان حتى لو كانت مشاركتك شكلية حتى لو كانت مشاركتك شكلية احنا استفدنا بالديوان دا جدا لانك انت بقى عندك ترسيخ لفكرة رفض الحكم المطلق حكم الفرد حكم الواحد انا مش عايزه طب دا هيظهر امتى الفترة الجاية هنعرف لما يجي محمد علي تعالى نشوف سؤال كمان تدل محاكاة المصريين للفرنسيين في النحاية الاجتماعية على اعجابين بالنموذج الفرنسي شوف كده صح ولا غلط ايجابتك لو انت جاوبت شوف ايوة ليه لان احنا بقى عندنا ميل لتقليد الفرنسيين في نمط حياتهم ودي حبيبي كانت بداية ازدواجية الفكر خلي بالك من السؤال دا كويس قوي هيجي لك سؤال يقولك كانت بداية ازدواجية الفكر والثقافة لدى المصريين من امتى مع الحملة الفرنسية مش مع المدارس التبشرية ولا مع الوجود الاجنبي في مصر لا بدايتها مع الحملة الفرنسية بكده نكون غطينا اول درس في اه او اخر درس اصف في الجزء عن الحملة الفرنسية ابناء وبناتي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا